يلا سيتي كلاب تطلق مشروع سيتي ران في 8 مدن لتشجيع المواطنين على رياضة الجريبين وبين حضراتكم أنا واحد من الناس اللي بحب أجري يعني أنا من فترة كده كنت عرضت لشوية التعب وما كنتش بقدر أجري كتيف دلوقتي الحمد لله فببتدي عايزين بقى نبتدي نجري تاني فسيتي كلاب أو أندية سيتي كلاب أطلقت مشروعها سيتي ران لتشجيع المواطنين في كل مدن ومحافظات مصر على ممارسة الرياضة بشكل رياضة الجري بشكل مستمر وتطلق أندية سيتي كلاب هذا المشروع بالتعاون مع شركة كايرو رانرز ذات الخبرة الكبيرة في تنظيم فعليات ماراثن الجري في القاهرة لتنضم الحملة سباقات وجري في ثماني مدن مختلفة في مصر للرياضيين والعائلات على حد سواء تبدأ بمدينة شبين الكوم يوم 26 أغسطس الجاري برعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واللواء حازم عبد الحميد مدير أمن المنوفية يتم الاشتراك في الماراثن من خلال التسجيل عبر موقع إلكتروني أعلنته أندية سيتي كلاب على منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ينطلق الماراثن في تمام الساعة السابعة صباح يوم الجمعة المقبل بطول خمسة كيلو متر من أمام بوابة أندية سيتي كلاب ويمر في الشوارع الرئيسية في مدينة شبين الكوم من جانبه أكد العميد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي كلاب لإدارة الأندية والمنشئات الرياضية أن المدن المستضيفة للماراثن ستزداد في عام 2023 وأن وجود المبادرة في المدن حاليا هو مجرد بداية